الحديث ما كتفى باثنين قال ثم أتيت حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك ثم أتيت زيدة بن ثابت فحدثني عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك قال الآن صار حديثي صار حديثاً مرفوعاً قال محققوا المسند إسناده قوي والصححة والألبان يحلمون الله طيب أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو علمته أحداً من خلقك أو أنزلته في كتابك أو استأثرت به في علم الغيب عندك هذا في توسل إلى الله بأسماء الحسن قال أسألك خلاص هذا توسل بكل اسم سميت به نفسك إذن هذا توسل بأسماء الله لأن في توسل بالأعمال الصالحة وتوسل بدعاء الصالحين هذا توسل بأسماء الله الحسنة وإن لا الأسماء الحسنة فادعوه بها قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله أنواع التوسل الجائزة كثيرة شرعية منها التوسل إلى الله تعالى بأسمائه على سبيل العموم ومن وحديث عبد الله مسعود في دعاء الهم والغم أسألك بكل اسم هو لك فهذا توسل إلى الله تعالى بأسمائه كلها ما علمنا منها وما لم نعلم لأنه قال أسألك بكل اسم هو لك حتى المغيب عنه يعني هذا حديث قوي قوي الدعاء قوي قوي مفعوله قوي لأنه فيه تبارى حد يتوسل إلى الله بكل اسمائه التي يعلمها والتي لا يعلمها بالتسعة وتسعين وغير التسعة وتسعين وما خفي علينا يتوسل إلى الله بكل أسمائه وفي الحديث أيضا أن أسماء الله الحسنى غير محصورة والبيهق يبواب عليه باب بيان أن لله جل ثناؤه أسماء أخرى وليس في قول النبي صلى الله عليه وسلم لله تسعة وتسعون اسما نفي وغيرها يعني حديث إن لله تسعة وتسعين اسما لا يقتضي الحصر في التسعة وتسعين من أسمائه الكثيرة في تسعة وتسعين من أحصى دخل الجنة وليس معناه أنه ليس له إلا تسعة وتسعين وهذا طبعا يكوننا إلى بحث هل أسماء الله بعضها عند الله أعلى من بعض ما هو الجواب؟ نعم دليل دليل الاسم الأعظم اسمه الأعظم اسم الله الأعظم النص الذي فيه اسم الله الأعظم هذه الأعظم صفة صيغة تفضيل معناه أعظم من الأسماء الأخرى هذا معنى طيب إذن أسماء الله أيضا مراتب عنده سبحانه هو يعلمها قال شيخ الإسلام قال الخطاب وغيره هذا الحديث يدل على أن لله أسماء استأثر بها وذلك يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحدا من أحصاها دخل الجنة متفق عليه أن في أسمائه تسعة وتسعين من من أحصى دخل الجنة كما يقول القائل إن لي ألف درهم أعدتها للصدقة وإن كان ماله أكثر من ذلك والله في القرآن قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها فأمر أن يدعى بأسماء الحسنى مطلقا ولم يقل ليست أسماء الحسنى إلا تسعة وتسعين اسما انتهى قال ابن القيم الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد فإن لله تعالى أسماء وصفات استأثر بها في علم الغيب عنده لا يعلمها ملك مقرب ولا نبي مرسل كما في الحديث الصحيح فجعل أسماء ثلاثة أقسام هذا يعود إلى السؤال السابق أسماء ثلاثة أقسام قسم أظهره لمن شاء من ملائكته أو غيرهم ولم ينزل به كتابه وقسم أنزل به كتابه فتعرف به إلى عباده وقسم استأثر به في علم الغيب فلم يطلع عليه أحدا من خلقه ولم يطلع عليه أحد إلا الله ولهذا قال استأثرت به استأثرت به يعني خلاص ما يعرفه إلا ما يعرفه غيرك استأثرت به خلاص ما يعرفه غيرك إن فردت بعلمه فإذن هذا سؤال بأسماء الله الحسنى بأسماء كل اسم سميت به نفسك عرفناه واللي ما عرفناه واللي عرفه وغيرنا وما عرفناه واللي ما يعرفه إلا أنت طيب هذا أسألك بي أسألك إيش ما هو الشيء الذي يسأله هو سأله بي أسمائه طيب سأله ماذا ما هو موضوع السؤال أن تجعل القرآن ربيع قلبي وهذا الشاهد من الحديث الآن وعلاقة موضوع إصلاح القلوب أن تجعل القرآن ربيع قلبي ربيع قلبي الربيع الربيع معروف ما معناه الربيع خرص هذا قمة ازدهار القلب إذا عاش القلب ربيعا خرص مثل ما الأرض الآن أحسن شيء وقت لها الربيع فأنت يقول الآن اجعل القرآن ربيع قلبي اجعل القرآن ربيع قلبي راحته فرحه فإذا واحد رتع في هذا الربيع يجعل القرآن ربيع قلبي فإذا صار فيه يسرح فيه فقرص هذا الفرح واللذة وماذا تريد؟ يعني ربيع والربيع سبب ظهور آثار رحمة الله في أحياء الأرض بعد موتها والمطر أليس أكون في الربيع؟ يزول الجدب يزول القحط في الربيع قال الشوكاني أسألك أن تجعل القرآن كالربيع الذي يرتبع فيه الحيوان يعني يأتي وياكل من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ويتلذذ وكذلك القرآن ربيع القلوب فالنفس تسكن وترتاح وتتغذى وألوان وأشكال وأطايب خذ ما شئت من هذا القرآن ومعانيه وبلاغته وحكامه وعبره خذ وإعجازه اجعل القرآن ربيع قلبي واحد ونور صدري يشرق فيه القرآن إذا صار القرآن نور الصدر خرص ميز بين الحق والباطل وصار عنده بصيرة وصار فيه نور مادة الحياة قال ابن القيم لما كان الصدر أوسع من القلب طلب له النور القلب يجول له جولات ويفقه يعقل القلب الصدر قال نور لأنه أوسع وجلاء حزني ذهاب الحزن وزواله من القلب زوال الصدأ زوال الطبع زوال الران وذهاب همي والغم هذا الذي أقعدني صرت به كئيبا وذهاب همي وغمي في أشياء من الآلام النفسية تحصل بأمر حص سابق طيب وفي شيء ألم نفسي يحصل بسبب حاصل الآن وفي شيء ألم نفسي يحصل بسبب خشية أمر في المستقبل هذا الفرق بين الهم والغم والحزن اللي على شيء مضى غم اللي على شيء سيأتي هم اللي على شيء حاصل الآن حزن يجب أن كله ألم نفسية إن كان من أمر ماض أحدث الحزن وإن كان من مستقبل أحدث الهم وإن كان من حاضن أحدث الغم نعيد مرة أخرى تصحيحا تصحيحا أنت تكتبوا إن كان من أمر ماض أحدث الحزن وإن كان من أمر مستقبلي أحدث الهم وإن كان من أمر الحاضر أحدث الغم كلما أرادوا يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها طبعا قيل أشياء أخرى قيل الهم قبل نزول الأمر والغم بعد نزوله والحزن الأسف على ما فات في اختلاف بين يعني في تعريفها فإذا سأل الله أن يجعل القرآن ربيع قلبه ونور صدره وجلاء حزنه وذهاب همه وغمه وقد جاء في حديث رواية بن السن من قالهن التماس ما فيهن أذهب الله عز وجل حزنه وأطال فرحه يا رسول الله ألا نتعلم وقال بلى ينبغي لمن سمع أن يتعلمها إذن الحف على تعلّم هذا الدعاء وعلى حفظ هذا الدعاء وفيه لجوء عظيم إلى الله وفيه سؤال الله وفيه دور القرآن في الصدور والقلوب المرأة هل تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك أو تقول على نفس النص هذا كلاهما صحيح ولذلك قال ابن تيمية ينبغي المرأة أن تقول اللهم إني أمتك بنت عبدك بنت أمتك فهو أولى وأحسن وإن كان قولها عبدك ابن عبدك له مخرج في العربية كلفظ الزوج والله أعلم يعني إذا قالت المرأة اللهم إني عبدك تقصد الشخص الشخص عموما ذكر لا أنثى لا ينتفع بهذا الحديث إلا أهل القرآن الذين يتلون حق تلاوته نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا وأحزاننا إنه سميع مجيب وصل الله على نبينا محمد شكرا